اشتركوا في القناة العلماء قالوا ابني على الاقل الاصل كده انا يا طرفي التالتة ولا في الربعة تبقى التالتة حتى لو انا فعلا اللي برا شايفني مصالة اربعة ايو لكن انت بينك وبين ربنا متشكك هم تلاتة ولا اربعة يوبوا تلاتة ليه الاقل ليه لانه احوط لانك انت كده تكون جبت اربعة اكيد او خمسة لكن اربعة اكيد فيبقى اذا تشككت في الصلاة ابني على الاقل فقال لي بس انا عندي مشكلة تانية بتلوه ايه قال لي ده انا على طول كده على طول كده يعني ايه قال لي يعني تمالي موسوس كده هو طب صلي قدام واحد وشوف الوسوس ده جالك ولا لا وقل له بعد الصلاة هو انا صليت ولا ما صليتش صليت اربعة ولا صليت خمسة هيقول لك صليت خمسة فالامام ملك بيقول لي بقى بيقول لك ابني على الاكثر في الحالة دي بس علشان تودي الوسوس وترميه في الزبال انا مؤخص تعمل ايه تقول له لا انت بتلعب معايا يعني ابليس بيلعب معاك طب انا هابني على الاكثر قوم تلاقي الوسوسوس راح مجرب الحاجات دي مبربة يا اخواننا ده احنا قاعدين نصلي قاعدين نصلي قاعدين 1400 سنة ففي خبرة في خبرة في الصلاة ملايين ممليانة صلت الاف السنين مئات السنين يعني دي في خبرة فالكلام ده ما هوش كلام سهل ده كلام جاي عن تجربة ف اذا دام هذا الحال عليك ابني على الاكثر طيب سؤال متعلق بالسؤال ده قال لي انا اصلي قدام مراتي قدام ابني قدام اخوية قدام زميلي في العمل وقلت لهم نبهوني لما تلاقوني صليت اربعة قولوا بس كده صليت اربعة بصوت عالي ينفع اعتمد عليهم نعم ينفع تعتمد عليهم واخبارك ازاي قال بس ده خارج الصلاة ده واحد خارج الصلاة قال ولكن لمصلحة الصلاة ها تطيع من كان خارج الصلاة لمصلحة الصلاة ولا تطيع من كان خارج الصلاة لغير مصلحة الصلاة يعني يعني بصلي وبعدين دخل واحد قال لي لا شمال شوية يا مولانا لا نحرف شوية يا شوية او عارف او اهل المكان او خارج الصلاة هو لكن لمصلحة الصلاة انه عايز يرشدني الى الابلة وما طاوع انت صليت يا مولانا اربعة خلاص يبا صليت اربعة اطاوع لاني اعدت من التالت وهو عارف العبارة دي عن فقال لي عليك ربعة هم هم اجيبه ربعة كله ده لمصلحة الصلاة فقده من مصلحة الصلاة يبقى ينفع اننا طاوع واحد مش في الصلاة مش في الصلاة اللي في الصلاة ما عليش الامام ينسى الامام كذا ام ده يسقفوله ودول يسبحوله حاجات زي كده ما يجراش حال لكن احنا بنقول في اللي خارج الصلاة خارج الصلاة مدامت لمصلحة الصلاة يبقى تنفع